الإخوة القطاط كان هناك إخوة قطاط خمسة يعيشون جوار إحدى الحدائق وكان من بين الإخوة القطاط قط واحد فروه أبيض في حين كان لون فرو القطاط الأخرى أسود وذات يوم شعر القط الأبيض بأن إخوته لا يهتمون به ولا يلعبون معه حزن القط الأبيض وجلس لوحده وفكر في تغيير لونه ليشبه إخوته فيلعبون معه لا شك أن فرو الأبيض هو الذي يبعد إخوتي عني لابد أن أجد حلا لهذه المشكلة بحث القط الأبيض عن فرو أسود وحين وجده لبسه وعاد إلى إخوته وبينما هم يمرحون ويلعبون اندس وسطهم وبعد قليل انتبه الإخوة إلى غياب أخيهم القط الأريض فراحوا يبحثون عنه في كل مكان ولم ينتبهوا إلى أنه هو القط الذي اندس وسطهم القط الأول أين أنت يا أخي؟ القط الثاني يا إلهي أخاف عن يقع لأخينا مكروف وفي ذلك الوقت كان القط الأبيض يمشي خلف إخوته واصل الإخوة القطات بحثهم فالتقوا بالكلب هوب وسألوه مرحبا بك يا صديقنا هوب ألم ترى أخان القط الأبيض؟ الكلب هوب لا لم أرى أين ذهب؟ سأساعدكم في البحث عنه واصل الإخوة القطات بحثهم عن أخيهم الذي بقي مندسا وسطهم فالتقوا بالحمامة مرجانة وسألوها أهلا بك أيها الصديقة العزيزة ألم ترى أخان القط الأبيض؟ الحمامة مرجانة لا لم أرى أين ذهب؟ سأحلق في السماء وأساعدكم في البحث عنه وقف القط الأبيض وبدأ يفكر لقد أخطعت لم أكن أعرف بأن إخوتي يحبونني كثيرا لابد أن أخلع عني هذا الفرو الأسود وأعود إلى فرو الأبيض خلع القط الفرو الأسود المزيف وصاح في إخوته ها أنا أنا هنا يا إخوتي التفت الجميع إلى القط الأبيض وراحوا يعانقونه عاد القط الأبيض وسط إخوته مسرورا وقال سامحوني يا إخوتي أنا أحبكم كثيرا القطات الأربعة ونحن أيضا نحبك حبا كبيرا سامحوني يا إخوتي أنا أحبك حبا كبيرا سامحوني يا إخوتي أنا أحبك حبا كبيرا سامحوني يا إخوتي سامحوني يا إخوتي اشتركوا في القناة